أن الصائم يتدرب أو يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته عليه لعلمه بالطلاع الله تعالى عليه وهذا درس تربوي يدرب به الإنسان نفسه على الإنضباط يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال عمر الله وجتناب نهيه فمما اجتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب وجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه يترك هذه الأشياء متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى فهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو رمز مهم في حياة الإنسان وهو أن الإنسان يجعل من نفسه مراقبا على نفسه يصون نفسه ويحفظها من أن تنخدع فيكون هو المراقب عليها ويحفظها من أن تتردى ومن ذلك أيضا أن الصائم يتدرب أو يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته عليه لعلمه بالطلاع الله تعالى عليه وهذا درس تربوي يدرب به الإنسان نفسه على الانضباط وعدم التهاون والميوع أمام الشهوات وإنما يكبح جماح شهوته وما تمليه عليه من حاجته للأكر أو حاجته للشرب أو حاجته للجماع لوجود وازع ذاتي عنده يمنعه أن يتردى أو أن يقع فريسة لهواه وهذا أمر عظيم إذا حصل عليه الإنسان فإن هذا من عون الله تبارك وتعالى له على هذا الأمر وتكريمه له ترجمة نانسي قنقر